موسيقى الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان توجد عدة طرق لتنظيف الأسنان بالفرشات والمعجول وهنا سنشرح إحدى هذه الطرق وأكثرها مناسبة أولاً وضع الفرشات على الأسنان بزاوية 45 درجة بحيث تلامس شعيرات الفرشات طرف اللثة والأسنان تفريش كل سنين أو ثلاثة أسنان معاً بشكل دائري ذهاباً وإياباً من جهة اللثة إلى نهاية السن من جميع الجهات تنظيف الأسنان الخلفية الأضراس بوضع الفرشات بزاوية 45 درجة أيضاً ذهاباً وإياباً وبحركة دائرية على جميع الأسطح الداخلية وعند تفريش أسطح المضغ قم بالضغط على الشعيرات وتحريك الفرشات ذهاباً وإياباً عدة مرات الحرص على تنظيف جميع أسطح الأسنان وتنظيف الجهة الداخلية من الأسنان باستخدام رأس الفرشات بشكل طولي للأعلى والأسفل ثم تفريش اللسان باستخدام الفرشات الخاصة أو باستخدام فرشات الأسنان عوضاً عن ذلك أحرص على تفريش الأسنان مرتين باليوم لمدة دقيقتين عند اختيار فرشات الأسنان أحرص على أن تكون الشعيرات ناعمة ويكون حجمها وشكلها مناسب للفم بحيث يسمح بمرورها على جميع الأسنان بسهولة ينصح بتغيير الفرشات كل ثلاثة أو أربعة أشهر أو أقل من ذلك إذا لاحظت تلفاً في الشعيرات عند اختيار معجون الأسنان يجب مراعاة التالي أن يحتوي على الفلورايد أن يكون مضاداً لحساسية الأسنان إذا كانت الأسنان حساسة للإطلاع على المزيد من فيديوهات كيف تستخدم قم بزيارة قناة وزارة الصحة على اليوتيوب ترجمة نانسي قنقر